هناك أكثر من مليار إنسان اليوم على وجه الأرض يدينون بدين الإسلام السؤال هو ما هو الإسلام وماذا يريد الإسلام من البشر نحن نعتقد بأن الإسلام هو دين عالمي ولكن هناك أيضا بعض المدارس التي وضعها البشر أيضا عالمية مثل المدرسة الماركسية والشيوعية والرأسمالية ولكن ما هو الفرق بين عالمية الإسلام وعالمية هذه النظريات السؤال الآخر هو ما هو أصول الدين وفروع الدين كل هذه المحاور سنتناولها مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ ليث العتابي فابقوا معنا يطلق على مجموعة الاعتقادات الأساسية للدين الإسلامي والتي يجب على كل مسلم الاعتقاد بها أصول الدين وهي التوحيد والنبوة والمعاد ولا يعد مسلما كل من لا يعتقد بهذه الأصول ويقابلها فروع الدين وهي الأحكام العملية وتعتقد جميع المذاهب الإسلامية بالأصول الثلاثة إلا أن هناك أصولا خاصة بكل مذهب فأصول المذهب الشيعي تشمل العدل والإمامة بمعنى أن الجهل بهما لا يخرج صاحبهما من الإسلام بل من دائرة التشيع فتكون الأصول عند الشيعة الإثني عشرية هي التوحيد والنبوة والمعاد العدل والإمامة أهلا بكم مشاهدين الأعزاء حلاكم الله شيخنا أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم الله يسلمكم شيخنا في البداية خلي نعرف معنى الإسلام ما هو الإسلام؟ ما هو أهداف الإسلام؟ ما هو أهم المعايير التي طرحها الإسلام؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين في الواقع تعريف الإسلام ممكن أن نرجع إلى الجذر اللغوي الجذر اللغوي في قضية إسلام هو في أصله من السلم أو المسالمة أو السلام نعم وبالتالي أصبح هذا الاسم معروف أو مشهور لديانة معينة هي الديانة الإسلامية التي تعدو الديانة الخاتمة للاديانة السماوية الإلهية أو التوحيدية على حسب بعض التعبيرات الحديثة التي تقول أنها أديانة توحيدية وليست أديانة سماوية مطلقا يعني نوع من التوحيد أنها لها لأنها آمنت بإله واحد وهذا الأديان السماوية أو الإلهية هي أديان ليس فيها إشراك لذلك لربما في هذا الشأن سوف يكون الإسلام واليهودية الوحيد أما المسيحية فهناك بعض الإشكالات عليها لأنها ليست توحيدية من باب الأم والإبن وروح القدس ومشاكل ذلك في الاصطلاح هو الدين القائم على جملة من الفروع وجملة من الأصول واختص بكتاب معين ونبي معين هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكتاب القرآن وقبلته هي مكة المكرمة جملة من الفروع الدين تبتدئ بالصلاة وتنتهي بقضية الموالات والمعادات التي هي موجودة في مدرسة الشيعة دون غيرهم من المدارس الإسلامية لكن المشترك ما يقارب ست إلى سبع فروع دين موجودة كذلك يختص بجملة من أصول الدين وأيضا هناك بعض المشتركات قد تصل إلى ثلاث أو أربع أصول دين معينة مشتركة وقد نختلف في المدارس الإسلامية إلى عدة نواحي باعتبار إضافة أو إنقاص بعض أصول الدين الموجودة هذا بشكل عام هو تعريف الإسلام باللغة وبالاصطلاح المشهور الآن عند الإطلاق لا يأخذ المعنى اللغوي وإنما المعنى الاصطلاحي فعندما تقول إسلام المعروف أنه الدين الذي ظهر في الجزيرة العربية وجاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقائم على جملة أمور عند الطرف الآخر عند الغرب قائم على قضية الجهاد والحرب ومشاكل ذلك وعندنا قائم على الرحمة والألفة والمحبة ومشاكل ذلك شيخنا بالنسبة للإسلام يقال عنه أنه دين عالمي ودين توسعي إن صح التعبير كيف يمكننا أن نعرفه وما هو الفرق عن باقي الأيديولوجيات كما تعرفون أن الماركسية أيضا مذهب سياسي عالمي الليبرالية الرئيس المالية كلها عالمية كل الأيديولوجيات الناجحة من أهم صفاته أن تكون عالمية وإلا لنقرضت وإلا نسيت باقي الآلاف أو الملايين من الأيديولوجيات التي لا نعلم عنها فإذن ما هو الفرق بين عالمية الإسلام وعالمية الأيديولوجيات الوضعية الأخرى نعم أولا هو دين العالمي نعم أنا أتفق معك لكن توسعي لا أتفق من حيث المضمون ومن حيث حتى التعريف ولكن شيخنا سوف أتيك توسعي بمعنى إذا أردت معنى إيجابي لربما أقبل التوسعي الآن الذي يطلق بمعنى سلبي كما ذكرت بالسؤال الأول أنه قائم على الجهاد والقتل اللي هو لربما بعض الشعارات التي رفعتها داعش وتقول أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد جئتكم بالقتل وجئتكم بالسبي هذه التي نرفضها ولا نقبل بهذا التوسعية أما توسعية الرحمة في الأشكال في ذلك أولا دين العالمي قبل أن ننتقل إلى عالمية الدين الإسلامي التاريخ الإسلامي والإسلام اليوم منتشر على التوسع بالسيف بالقتل بسبيل الآخرين بسبيل النساء والأطفال وقتل الرجال على طول التاريخ وابتداء منذ الخلافة الراشدة منذ الخليفة الأول والثاني والثالث وصولا إلى الخلافة الأموية والعباسية وحتى العثمانية لماذا ننكر هذه الحقيقة في التاريخ الإسلامي؟ نعم أنت سألتني عن الدين الإسلامي الحقيقي وأنت قلت أنه من الخلافة الراشدة تحول هذا الدين وأصبح توسعيا وينتشر بالسيف أنا أتكلم عن الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطبقه بعد فترة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنا أتكلم عن هذا الإسلام وهو الإسلام الحقيقي وهو الإسلام الذي يبين شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والربيون الذين قاتلوا معه في القرآن ولا أتكلم عن صفاته التي توجد في السنن والكتب التي تعكس شخصية هزيلة بعيدة كل البعد عن أبسط شخص فضلا عن أنه نبي خاتم مرسل من الله سبحانه وتعالى أنا لا أتكلم عن هذا سألتني أنا أجاوبك بتعريف الإسلام الحقيقي الذي أراده الله سبحانه وتعالى الانحراف الذي حصل في الدين الإسلامي وليس فقط الدين الإسلامي حصل فيه انحراف كل الأديان السماوية المسيحية واليهودية على سبيل المثال حصل فيه انحراف حتى وصلت الأناجيل في الديانة المسيحية إلى 350 إنجيل ليس إنجيل واحد حتى الآن مثلا يأتي شخص ويقول عند الشيعة مصحف وعند السنة مصحف آخر لا 350 إنجيل التوراة أيضا وصلت إلى عدد يقارب الآلاف ليس المئات تعرف باعتبار أنه قدم الديانة اليهودية ثم التلمود البدعة التي أضافها اليهود إلى قضية الديانة السماوية وهذا التلمود تلمود بابلي وتلمود يوناني وتلمود فلسطيني وكل تلمود كل لغة معينة كتب بها هو له فهم وكتابة خاصة وأدلوجية خاصة بعيدة كل البعد عن الرحمة الإلهية فالقضية أنه بعد النبي انحرافات بعد النبي المرسل انحرافات موجودة في كل وتاريخ الأنبياء ليس فقط النبي أنا أكمل الفكرة ليس فقط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وليس عيسى فقط وليس موسى عليه وسلم لكن كلامي حول قضية الإسلام الحقيقي ما هو فيما بعد هناك من انحرف عن الدين الإسلامي المفروض للعاقل لنأخذ المثال أنا ابتكرت نظرية وكانت هذه النظرية تخدم الناس فيما بعد تلامذتي انحرفوا وسعوها ضيقوها المفروض أنه اللوم يقع على من حرف نظريتي لا يقع اللوم علي وأنا وضعت الأسس الصحيحة لها فقصدي هذا النقد نعم موجه للمنظومة الإسلامية التي تدعي الإسلام التي انحرفت عن أهداف الإسلام الحقيقية الذي هو كان دين سلام ومحبة نعم حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا واحد اثنياً إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نعم انظر الدين الإسلامي حتى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال عن النبي الأكرم وإنك على خلق عظيم خلق عظيم في كل شيء حتى في الحرب حتى في السلم أما من جاء بعده عندما رأى أنه هناك طاقة كامنة في داخل الإسلام تستطيع التوسع استغلها لمآرب خاصة وهي التوسع والسبي ومشاكل شيخنا أنا أسمع بس نقطة واحدة منك على هذا المنبر بالنسبة لعله نوصل إلى هذه النقطة وإنه أوروبا واحدة من أهم أسباب تطورها إلى ما وصلت إليه اليوم هو استنكارها للتاريخ المأساوي والمظلم اللي كنيسة استخدمتها تجاه شعوب الأخرى واتجاه شعبها نفسه نحن اليوم هذه التاريخ من السبي والقتل والتوسع جزء من تاريخ العربي جزء من التاريخ الإسلامي نعم نحن كأقلية شيعية في العالم العربي قد لا نشمل بهذا ولكن العنوان الإسلامي حول العالم يعرف بهذا العنوان يعرف التاريخ الإسلامي أن هذا التاريخ جزء من شخصيتك جزء من ثقافتك جزء من حضارتك أنت المسلم شيخنا ما معناته أنه حتى إذا نريد نستخدم نفس الأسلوب في حضارة الأوروبية والتخلص من الماضي هل تستخدم هذا المنبر لاستنكار ما فعله الخلفاء اتجاه شعوب الأخرى؟ أولا أوروبا استنكرت سلبيات الكنيسة لم تستنكر كل الكنيسة العنوان العام لم يستنكروا الدليل على ذلك أن الكنائس قائمة في أوروبا ومحترمة ومقدرة وهذا شيء معلوم جدا بل هي مدعومة من الدولة وهناك دولة الفاتيكان حتى من ضمن القداسة التي أعطيت لها أن طائرة لا يمكن أن تحلق فوق الفاتيكان وبابا الفاتيكان له جيش خاص فقط من سويسرا يعني حراسة فقط من سويسرا ولا يمكن التكلم في داخل هذه الدولة إلا بلغتين هي اللغة الإيطالية الخاصة بالبابا واللغة الفرنسية الخاصة بالخدمة والحشم ومشاكلة ذلك فإذن أوروبا استنكرت سلبيات الكنيسة نحن أيضا نستنكر سلبيات من الدع الإسلام من تلبسه وقالها أمير المؤمين لقد تقمصها فلان وفلان وفلان إذن هي أشبه بالقميص ليست ملكة داخلية كما موجودة عند النبي الأكرم وعند علي بن أبي طالب وعند أهل البيت لا تقمصها كان يظن أنها أشبه بالقميص ستستطيع ارتداءها وبالتالي يصبح هو القائد والخليفة والمسلم والنبي هذا نستنكره طبعا لا يمكن لنا أن نقبل باسم الإسلام أنه يقتل شخص لأن حرمته أفضل حتى من مكة من الكعبة المشرفة وهذا نص موجود لماذا؟ لأنه دان بالولائي لله سبحانه وتعالى يعني أسلم نفسه ثم أنه كل الأنبياء أسلموا إذا تراجع القرآن الكريم الكتب السماوية كلهم قد أقروا بالإسلام وهذا اللي ردت أجاوبه أنا صحيح أنه قضية العالمية العالمية دليلها موجود في القرآن لأنه ما من نبي إلا وقال أنا مسلم ويأمر أتباعه بأن يكونوا من المسلمين فكيف نميز ما بين الذي قالوا به المعناة أنه دينهم الإسلامي نعرف أن النبي إبراهيم دينه كان الحنفية نعرف أن النبي موسى كان دينه المسيحية نعرف أن النبي موسى كان دينه اليهودية فلماذا يقولون أنه الإسلام لا هناك فرق دقيق جدا الإسلام الذين قالوا أن الدين عند الله الإسلام هذا الكلي جامع الموجود عند الله سبحانه وتعالى دين أما الإسلام الموجود الآن الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والحنفية التي جاء بها إبراهيم والمسيحية التي جاء بها عيسى واليهودية التي جاء بها موسى هي ملل فهذا الإسلام ملة فرع من الإسلام الحقيقي الإلهي الموجود عند الله سبحانه وتعالى الذي هو التسليم لله سبحانه وتعالى فممكن إطلاق لفظ الأصل على الفرع ولا أشكال في ذلك أنت تقول على الدار دار ويمكن أن تقول على الغرفة دار هذا من باب إطلاق الكل على الجزء هذا موجود العقلاء يأخذون به فالدين الإسلام الحالي الموجود الذي ندين به أنا وأنت وباقي المسلمين هو ملة ملة أبيكم إبراهيم انظر أنا من القرآن أنا كل نصوصي إن الدين عند الله الأسلام جامع أكبر فوق ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم ماذا؟ مسلمين هو سماكم فسماكم بتسمية الملة وليس بتسمية الدين أشتقى أشتقى الملة من الدين فبالتالي الحنفية والمسيحية واليهودية والإسلام الحالي هي ملل ترجع إلى الإسلام من الإسلام الإبراهيمي لا 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 ما من الإسلام الإبراهيمي من الإسلام الإلهي إن الدين عند الله الإلهي الإسلام وهذه ملل متفرأة هذا دليل عالميته زين الشيخنا قبل أن ننتقل إلى تكملة المحول أنا أفهم من كلامك أنه كل هذه الأديان الإبراهيمية تنظم تحت لواء ليست أديان إبراهيمية أنا أعترض ليست أديان إبراهيمية دين الإبراهيمية الحنفية موسى يهودية عيسى هذا مصطلح أنها أديان إبراهيمية مصطلح صوفصطائي مغالطي أبدا لا أقبله بها حتى لا يقول أنه أنا أقررت لا لا ليست أديان إبراهيمية ولا أقبلت بتسميتها بالأديان الإبراهيمية إبراهيم دين واحد له هي الحنفية موسى اليهودية عيسى المسيحية النبي الأكرم هو الإسلام ولكن كلهم ينتمون إلى الإسلام الإلهي اليهودية والمسيحية والإسلام الإلهي إن الدين عند الله الإسلام فالمظل نسمي الدين الإلهي وليس الإبراهي بالضبط الدين الإلهي الإسلام شيخنا بهذه الحالة لو أحدهم اقتنع باليهودية على أنه الدين الصحيح هل هو مبرئ لذمة بما أن اليهودية ينتمي إلى الدين الإلهي الإسلامي أو المسيحية في هذه الحالة ليس بضرورة أن أصبح مسلماً من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله هل مبرئ للذمن أصبح يهودياً بما أنه هو يتبع بالتالي ذلك الدين الإلهي الإسلامي؟ أولاً إن علم بأن الدين الإسلام هو الدين الخاتم وبإقرار القرآن أيضاً ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنه إذا عرف هذا الحقيقة فليس مبرئ للذمن أن يبقى على اليهودية لماذا؟ لأن الدين الإلهي الإسلامي الخاتم هو الدين الإسلامي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبالتالي رسالة النبي التي جاءت من الله وأمره أن يبلغها أن يبلغ لأصحاب الأديان السماوية أن يتبعوه من بقي جاهلاً فالقضية الله سبحانه وتعالى هو يتكفل به من بقي عامداً فليس مبرئ للذمن من أصبح مسلماً ورجع إلى اليهودية غير مبرئ للذمن هذا القضية لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ما آتاكم هذا الخطاب ليس لنا فقط المسلمين للكل باعتبار خاتم الأنبياء يا بشرية ما آتاكم الرسول فخذوه يا رسول هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والأديان الباقية نعم هي أديان إلهية لكنها حرفت والأفضل أن تتبعونا هذا الدين الإلهي الخاتم الموجود هذا مبرئ للذمن غير غير مبرئ للذمن بالنسبة لعالمية الإسلام أيدا عرف الفرق بين عالمية الإسلام وعالمية الماركسية وعالمية الرئيس مالية وعالمية المذاهب الوضعية الأخرى كلها عالمية فلماذا هذه المزيئة يجب أن نفتخر بها حصراً للإسلام؟ أولاً عالمية الدين شيء وعالمية النظرية شيء آخر لأن النظريات هي فرضيات بالأساس الثيوري بالمصطلح الذي تستخدمونه أكاديمياً هذه الثيوري قابلة للنقض والإبرام ومدلل على ذلك أن الشيوعية منذ التأسيس الأول في عهد ماركس، إنجلس، تيتروتسكي نعم وبعد تيتروتسكي تقريباً شهدت تغيير في عهد لينين وهذا معلوم جداً نعم في عهد ستالين صار هناك تغيير على الشيوعية ثم ظهرت فيما بعد الشيوعية بعد برجينيف ظهرت الشيوعية المعتدلة تسمى الشيوعية المعتدلة التي صالحت أوروبا وقبلت بوجود كنائس ومشاكل ذلك ثم في عهد قبل بوتين الحاكم الحالي وغيره أصبحت الكنائس تؤسس وأصبحت النظرية جزئية ليست عالمية كما كانت الشيوعية الأولى التي نادى بها ماركس نعم التي نادى بها ماركس نادى بالعالمية تكون الشيوعية عالمية و لحد الآن الصين تؤمن بالشيوعية العالمية و لا تؤمن بالشيوعية جزئية كما تؤمن بها روسيا أم الشيوعية التي أسست الشيوعية فالفرق ما بين الإسلام كدين عالمي و فرق ما بين النظريات فرق شاسع قياس مع الفارق لا يمكن أن أقول أنه الإسلام هو عالمي كذلك الماركسية لا لا هذه نظرية وهذا دين ممكن أن تأتيني بدين آخر على سبيل المثال و تقول عالمي ممكن أن تسألني عن البوذية بوذية الآن دين وضعي لكنه دين عالمي ممكن أن أقبل و أعطيك بعض الفروق أما أن أقارن الإسلام كدين مع النظرية هذا قياس مع الفارق يعني غير مقبولة القضية الميزان ليس هذا الميزان لها ميزان وها الخاص الشيوعية والإسلام كدين له ميزان و الخاص ممكن أن نقارن نوعاً ما الكلفو الشوسية البوذية الهندوسية باعتبارها أديان وضعية لكنها عالمية لأنه يدين بها ملايين البشر على سبيل المثال الآن بوذة وصل المتدينين بديان البوذية إلى أمريكا وأوروبا وينتشرون باعتبار دين صوفي دين يسمونه أرواحي روحانيات بهم وشكل ذلك أحسنتم شيخنا نحن سنعرف أديان الإسلامية وارتباطها بالله وبالأديان الأخرى وكيف تشعبت هذه الأديان الآن لنعرف بالضبط ماذا يريد الإسلام من البشر وطبعاً السؤال الآخر أنه هل هناك حقوق فعلاً في الإسلام هناك واجبات لأنه نرى دائماً في الإسلام عليك أن تفعل كذا عليك أن لا تفعل كذا وكأن هناك فقط واجبات ومسألة الحقوق قد ظهرت لاحقاً بعد ظهور اللائحة حقوق الإنسان في عام 1945 في البداية لنعرف ماذا يريد الإسلام تحديداً من البشر أمير المؤمن علي بن أبي طالب عليه السلام عندما رجع بالإسلام الذي ذكرت أنت ببداية حقاً حرف نوعاً ما قال معاشر الناس أن لي عليكم حقوقاً ولكم علي واجبات فإن خالفتمني في واجباتي لم أخالفكم في حقوقكم يعني ما رح أقضى عنكم العطاء الإسلام يعطي حقوق كثيرة منها أولاً حق حفظ الدم الإسلام أبداً لا يفرض بالدم لذلك ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء موجودة بالإسلام لربما نسمع أنا رح أستطرد قليلاً فتعذرني إذا أستطرد شيء قليلاً يعني نسمع قضية أنه مثلاً الشخص الفلاني صاحب الدين الفلاني إن فعله كذا و فعله كذا فهو يدخل إلى الجنة رغماً عن يعني باعتباره أنه تابع لفئة معينة هذا الشيء أصلاً مغالطة لماذا؟ لأن هناك ثلاثة أشياء الموجودة بالإسلام ثلاثة أشياء عليه أن لا يفعلها إن لم يفعل هذه الأشياء الأمور الثلاثة من الممكن أن ننظر في حاله أنا كقاضي أولاً قضية المظالم الإسلام لا يقبل بالظلم لذلك إذا إنسان ظالم لا يمكن أن يدخل إلى الجنة أنا أتكلم هذا ظالم و لم يستبرئ من الظلم الثاني قضية الدماء الثالثة قضية العراض التي يسميها الإسلام بالفروج هذه الثلاث أشياء لا نقاش فيها لا مندوحة فيها لا اجتهاد فيها مطلقاً فالإسلام ضمن لك هذه الأشياء الثلاثة بقضية الحقوق قضية أنه ظلم و إن كان خليفة و إن كان حاكم يحاكم أنت ظلمت المواطن الفلاني انحرفت فيما بعد القضية لكن كان ماذا عن ذلك؟ أنه لو ضرب و ظهريك و أخذ حقك و كذا ألم يأتي قاضي القضاة و يأتي بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب و هو خليفة المسلمين و يوقفون مع اليهود الذي دعا أنه أخذ درعه هذا الإسلام الحقيقي و ثاني قضية العراض لأنه انتهاك العراض ليس بالشيء الهيئي مطلقاً قضية الفروج يسميها الإسلام هذه ليست فيها مندوحة هذه أساسيات الحقوق الأساسية و هناك واجبات أخرى من الممكن أن نتكلم بالنسبة للواجبات إن شاء الله سنتكلم عنها بعد الفاصل مشاهدين الأعزاء ابقوا معنا سنعود معكم بعد فاصلاً قصير من المهم على الإنسان أن يعرف أن جملة من الفقهاء يقولون بعدم جواز التقليد في أصول الدين ولا بد أن تكون المعرفة فيها عن طريق التحقيق و قد الدعي إجماع الفقهاء على هذا الرأي و هم يقيمون على ذلك الأدلة الواضحة و من القوائد المترتبة على ذلك أنها تعطي للإنسان حصانة من ظاهرة التقليد الأعمى للآباء و توارث الاعتقادات حياكم الله و مشاهدين الأعزاء أهلاً بكم مرة أخرى شيخنا الآن وصلنا إلى جزء الواجبات في الإسلام نعم هذا اللي ذكرته الثلاثة كانت هي جزء من الحقوق والحقوق كثيرة بيت المال يعني على سبيل المثال أنه حتى الأمثلة لو أنه هناك فقير جع و سرق رغيف على دولة مطالبة أن تدفع غرامة السرقة و قضية محاكمة هذا الشخص أيضاً تدفعها من بيت المال لأنها تسببت في جوع هذا الشخص هذا الإسلام الحقيقي و حقوق كثيرة طويلة في قضية أما الواجبات المطلوبة أولاً حفظ النظام على الإنسان أنه الإسلام ما دام قد وفر له أن يحفظ هذا النظام لأنه النظام القام على حفظ المظالم والدماء والفروج يحتاج إلى أنه إنسان لا يستهتر بهذه الحقوق واقعاً حفظ النظام يبدأ بالمواطن العادي إذا المواطن العادي لم يطبق هذا النظام من الذي يطبق؟ شيخنا أكو وصلت إلى نقطة جداً حساسة على طول تاريخ الكثير من الحكومات الإسلامية بمختلف المدأة و قد استخدموا بالضبط هذه الذريعة حفظ النظام الإسلامي و بدأوا باستخدام والتغريب والتشريق في حقوق المواطنين و التفريط و الإفراط ما هو المعيار في حفظ النظام؟ ما هي المعايير و على ما هي الحدود؟ إلى أي مدى يستطيع هذا الحاكم الإسلامي الحركة؟ هل فعلاً أنه يمكنه قتل النفس البريئة؟ حفاظاً على النظام؟ هناك الكثير من الحكومات تبرر قتل الناس قتل المواطنين أنه لعله هناك شك من قبل هذا الشخص أنه يريد أن يطيح بالنظام الإسلامي فما هي حدود تلك الحكومات في حفظ النظام؟ في الواقع هذا الأمر قائم على نظرية يقول بها البعض دون الكل هي قضية المصلحة طبعاً المصلحة ليست على عمومها مرفوضة و ليست على عمومها مقبولة لأن الأساس في القرآن الكريم و لكم في القصاص حياته يا أولي الباب في حال أنه قضية أنه هذا القاتل الذي لا يتوب و الذي يتعمد القتل و قتل النفس المحترمة في الدولة الإسلامية سواء كان هذا يعني من غير الذين يدينونه البنيان الإسلامية أو كان مسلم يعني تعرف أنه هناك أقليات كثيرة في داخل الدولة الإسلامية و الإسلام ما منعهم أنه يبقون في داخل هذه الدولة فقضية نظرية المصلحة أنه إذا كانت المصلحة تتوقف على قتل هذا الشخص في حال قبول النظام يعني أنا لديك كثير من التحفظات عليها ليست بهذا الشكل نعم قد تكون المصلحة تستدعي أنه الأشياء لكن ليست بالدماء كما ذكرت قضية المظالم و قضية الدماء و قضية الفروج المفروض أن النظرية التي هي النظرية قابلة للخطأ و الصواب لا تدخل فيها هذه الثلاثة الأساسيات دون هذه الثلاثة الأساسيات ممكن أن نقبل المصلحة لكن بجزئيات معينة المشكلة أنه البعض أوصل قضية المصلحة إلى أنه قتل لربما الأشخاص المعروفين الأشخاص اللي ربما نسميه معارض لكنه لديه شعبية هذا خاطئ هذا ليس كلام صحيح خصوصاً إذا كان الخاطئ لم يخرج عن الملة الإسلامية هو داخل المنظومة الإسلامية لكن كان هناك اختلاف ما بينه و بين الحاكم الحاكم إذا أردنا المقاتل المسلم في كتابه عن الحشاشين و ذكر هذه التفاصيل الموجودة و أخذها الغرب و اعتبرها سلبيات بينما هي فئة قليلة من الإسماعيلية انحرفت و بدأت تسوق لنفسها أنه القتل و قضية الخوارج هذه معروفة عن الخوارج أول من أسس إلى هذا الانحراف الموجود في قضية المصلحة و أيضاً معاوية بن أبي سفيان أيضاً أسس إلى هذه القضية المصلحة و ما شاكل ذلك هذه ليست عامة هذه نظريات إن كانت موجودة فعليها ملاحظات و تبقى اجتهاداً و ليست أساساً أنا أتكلم عن أساسيات أنت سألتني عن أساسيات الإسلام هذه أساسيات الإسلام فإن انحرف عنها شخص و ذهب إلى القياس و ذهب إلى النظرية هذا الشخص هو يتحمل وزر هذا القضية أنا أتكلم عن أساسيات منطلقاً أنا شخصياً من القرآن الكريم و الأحاديث الصحيحة المحققة عن النبي الأكرم أهل بيته خلاف ذلك لا أدخل في مجال القياس والاستحسانات ومشاكل والنظريات القابلة للنقل والإبرام فأنا أتكلم عن هذه القضية فمن يقول بأنها مصلحة مصلحة قتل فلان لربما أنا أقول أنه أنا أيضا لرأيي كمواطن أقول المصلحة إبقاء حياة فلان فلماذا رأيي يحكم الحكم الحاكم والمحكم إذا قام على ثنائية ثنائية العدل أنه إذا أخطأ الحاكم يحاسب في ذلك الوقت ممكن لي أن أقبل جزئيا عندما يتكلم بالمصلحة لكن يضع لنفسه برج عاجي وبالتالي هو يحاسب الناس ولا يحاسب وليس بالمعصوم هو يخطأ حال حال أي إنسان عادي هو أصلا من البداية لربما وأخطاء كارثية ممثل أخطائي أنا كمواطن أخطائي مرجحة فقط على نفسي لكن أخطاء الحاكم أخطاء كارثية على شعب كامل على شعب كامل من ملايين البشر ودلل على ذلك الحروب التي قام بها الهدام في العراق وأوصل العراق لهذا في الدول الفلانية في أوروبا هذه أوروبا هتلر مثلا جاء في بالي أنه يدخل الدولة الفلانية و90 مليون ضحية 90 مليون قتيل في أوروبا على سبيل المثال لا هذه أشياء فردية كان من المفروض على الأمة أن تعارض ولا تقبل بذلك ولا تنساق مع الحاكم المشكلة عندنا أنه انبهار باسم الحاكم ليس فقط في المنظومة الإسلامية كل منظومة موجودة حتى في مجاه الأفريقية الذي انبهار بالحاكم وهو ابن الإله وهو تحل فيه روح الإله وهو ظل الله في الأرض على بعض النظريات الموجودة والخطأ يبدأ من المواطن انسياق المواطن وعدم معارضته لهذا الحاكم وعدم القول له قف خصوصا أنه الحاكم واحد حتى لو كان عدة جيوش والشعب ملايين والجيش هو من هذا الشعب الموجود لو مرة مرتين قال الشعب للحاكم قف لما استطاع أن يصل إلى الإغال في قضية المظالم والدماء التي يمارس الكثير من الحكام أساس ظلم الحاكم هو خنوع المحكم ماذا عن باقي الواجبات التي يجب أن يلتزم بها المواطن؟ نعم أولا نحن تكلم عن قضية النظام حفظ قضية النظام لأنه أساسي نتكلم الآن دعنا نتكلم بالدولة الفاضلة لا نذهب إلى السلبيات أولا حفظ النظام هذا أساسي هذا أساس إنساني ليس فقط أساس إسلامي قضية إنسانية حريتك تبدأ مع حفظ حريات الآخرين يعني لا تمارس حريتك وبالتالي تضرب الآخرين مثلا أنا أحب أنه بالليل ساعة بثنتين بالليل أنه مثلا أقرأ القرآن بصوت عالي لا يمكن هذا إزعاج الآخرين الإسلام لا يقبل بذلك أو أنه أنا مثلا أبني بيتي بالشارع على سبيل المثال أو أنه أوقف سيارتي في أي مكان يعجبني لا حريتك تبدأ مع حفاظ على حريات الآخرين هذا هو النظام ثم من الواجبات الأخرى التي على الإنسان هو قضية احترام الآخرين احترام الآخرين عامة هذا الآخر سواء كان من الأقليات التي هي أخرى سواء كان مسلم الآن تنظر له بمنظار أوسع بالبداية كان أخ مسلم الآن لا هو كإنسان معيار الاحترام موجود وهذا ما مارس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمن علي بن أبي طالب عندما حكمه موجود مسيحي ويهودي وغيره في دولتي وكان يعني حتى هذه الحادثة المشهورة عندما رأى يهوديا يستجدي لم يقبل لم يقبل منهم قال المفروض صرفون علي من بيت المال ما دام داخل دولتنا هذا مواطن هذا مواطن اللي هي النقطة الثالثة اللي هي قضية المواطنة حقيقة المواطنة المشكلة الموجودة الآن حقيقة المواطنة غير معروفة عند المسلمين يعني لا يعرف أنه لربما تجد لديه نوع من الارتباط الخارجي وليس لديه ارتباط وطن هذه مشكلة كبرى نعاني منها يعني إذا أصبح الإنسان يرتبط خارجيا علنا هذه مشكلة كبرى لأنه فبالتالي عندما يحل أزمة بهذا البلد لن يقف معه ولربما يوالي تلك الجهة الأخرى الخارجية أنا أتكلم جهة خارجية دينية الآن ليست سياسية أتكلم الآن يعني مثلا هو في داخل الإسلام مثلا كلنا مسلمين هذا مسيحي لم يحترم قضية المواطنة وبالتالي يعتبر نفسه نعم هو ديانته مسيحي لكنه مواطن مسلم انظر الفرق هو دينه مسيحي لكنه مواطن مسلم يعني الآن مسلم بمعناها اللغوي ليس بمعناها الإصطلاحي الذي يؤمن بالفرع والواجبات هذا كان عنده ولاء لدولة خارجية مسيحية و أرادت أن تغزو الدولة الإسلامية هذا لن يقف كم مواطن رح يكون عين و جاسوس ربما و مخرب في هذه الدولة هذا غير مقبول فقضية المواطنة أكد الإسلام على قضية الواجب و قضية المواطنة لذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم و تأكدت في عهد الإمام علي عندما أمسك فلان و فلان شخص و زوجته كانوا الجواسيس حبسهم و غرمهم الإمام الحبس ليست قضية هينة أنه ابن سجن للنزه هي القضية قضية الحبس جدا حساسة و لا يمكن أن يلجأ المسلم أو الحاكم إلى الحبس الحاكم الحقيقي إلى الحبس إلا في الضرورات لأن هذه العقوبة حد من الحريات التي تكلمنا عليها من الواجبات الموجودة فالإمام مارس قضية أنه الجاسوس كان يحاسب و إذا وصل إلى حد يقام عليه الحد الشرعي إذا وصل إلى أنه يسبب خطر كبير على الدولة الإسلامية فالمواطنة مشكلة غير معروفة يعني غير معلومة الملامح لدينا في الدولة الإسلامية و مع الأسف أنه يجاهر البعض كما ذكرت أنه بقضية أنه مثلا أنا أحب الدولة الفلانية و أحب الجهة الفلانية و أحب كذا و لا يؤمن بالمواطنة إلى وطنه الحقيقي الذي رباه و اعتنا به و يفلى الحقوق من الأمور الأخرى أيضا من الواجبات هي إعطاء الواجبات لمواطني الأقليات الأخرى مشكلة بعض المصطلحات أصبحت يعني حتى مصطلح الجهات الآن عندما تأخذه إلى الغرب إشكالية كبرى صحيح لأنه القتل عندما تسميه بمصطلح آخر هو قضية الدفاع أو الحماية في المفروض أنه يكون مقبول فالمفروض أنه نقوم ب يعني دعنا نسميه فكرة توحيد المصطلح الديني هذه فكرة جميلة جدا لو الآن مؤسسة في داخل العراق في داخل الدول الإسلامية تلجأ إلى إقامة مؤسسة توحيد المصطلح الديني حتى يكون معلوم عند الآخرين حتى لي معددين هو مصطلح ديني وبالتالي يفهمه بالشيء المقبول عنده لا تخلصنا من الكثير من المشاكل طبعا هذا شيء نعم لأن الحرب الآن هي حرب مصطلحات دكتور مشتبهي يعني أنت تعرف هو المشكلة بالمصطلح ليس المشكلة بالمنظومة أنا فقط إذا اشتركنا أنا وانت بفهم هذا المصطلح الديني انتهى الخلافات نعم طبعا هذه مشكلة لأنه حسب بعض المصادر تذكر أنه عند كتابة لآيحة حقوق الإنسان من أهم المشاكل التي واجهت المتخصصين أنه لم يتفق الجميع على مصطلح مفرد الإنسان من هو الإنسان فكيف بباقي المصطلحات مثل الجهاد والجزي مع العلم هذا القانون عمل الإنسان بالضبط و بالتالي لم نتفق على تعريف الإنسان صح شيخنا المحور الآخر في هذه الحلقة و المحور الأساسي هو أنه ما هو تعريف أصول الدين و فروع الدين بكل بساطة نعم أولا فروع الدين هي الأشياء العبادية و أصول الدين هي الأشياء الاعتقادية هذا أبسط تعريف و من فروع الدين طبعا من أهم فروع الدين عندنا مسألة الصلاة والصلاة لها تعريف اصطلاحي و تعريف مفهومي و هذا الذي يقع فيه الكثير أنا لا أتكلم عن تعريف اللغوي الذي أتى من الصلة ما بين العبد و ربي أنا أتكلم عن الصلاة الصلاة بالمصطلح هي العبادة القائمة التي تبدأ بتكبيرة الإحرام و القائمة على ركوع و سجود و تسليم و تشهد و أنتهي كل شيء هذا المصطلح أما مفهوم الصلاة فهي العبادة الإسلامية التي أكد عليها الإسلام و التي أمر بها في القرآن الكريم و حثت عليها الأحاديث انظر المفهوم المفهوم أوسع فالمصطلح دائما هو مختصر للمفهوم المشكلة التي لدينا أيضا نرجع إلى قضية توحيد المصطلح نحتاج إلى توحيد مصطلح الآن إسلامي الآن كنا نتكلم عن توحيد المصطلح الديني الآن نحتاج إلى توحيد مصطلح إسلامي لأنه البعض يكفرنا و يعتبرنا مشركين مع العلم نحن نؤمن بالصلاة كما يؤمن بها من حيث الكل لكن عندما نأتي بتعريفات خاصة بنا يقول أنت مشرك و هذه تتأكد بأصول الدين أكثر من فروع الدين طبعا هذه مشكلة يعني حتى كثير من القضايا التي نرمى بها بالشرك هي قضايا اعتقادية و ليست فقهية هناك خلط ما بين القضية فلو أتينا و عملنا توحيد مصطلح إسلامي أيضا سوف نبتعد عن هذه المشاكل فبمختصر مفيد فروع الدين هي الأشياء العبادية من الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة و مشاكل لذلك حتى تصل عند البعض من 10 إلى 11 إلى 12 باعتبار أن في المنظومة الشيعية نضيف الموالات لآل محمد و البراءة منهم هذه إضافة يعني موجودة في المنظومة لدينا أما أصول الدين فهي قام على التوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد عند الأمة الإسلامية التوحيد و النبوة و المعاد عند بعض الفرق التوحيد و العدل ثم النبوة ثم الإمامة ثم المعاد ثم الرجعة و هكذا لكن عندما نأتي إلى المشترك نشترك بقضية ماذا؟ التوحيد و نشترك بالنبوة و نشترك بالمعاد بقضية المعاد شيخنا أنا سؤال لعله يكون بسيط و لكن لأول مرة أسمع أنه هناك قد يكون اختلاف في عدد أصول الدين لأنه منذ صغر كنت أسمع أن أصول الدين هي خمسة التوحيد و النبوة و الإمامة توحيد و العدل و النبوة و الإمامة خمسة مع العدل أولا خمسة الآن سمعت منك أن لعله يختلف المدارس بعض المدارس شيعية شخنا أو الإسلامية غزلك أكو شيعية وأكو إسلامية كيف يختلف العدد قد يصل إلى أربعة قد يصل إلى ستة كيف يكون هذا الاختلاف الاختلاف في قضية أنه إقرار هل هي أصول الدين أم لا المشترك نحن ذكرنا ثلاثة نعم انتهى كل شيء هذه الثلاثة التي أضيفت باعتبار أنه يضاف إلها بسبب من أضيفت أولا بعض الإضافات كانت إضافات مذهبية وبعضها إضافات سياسية نعم وبعضها إضافات اجتهادية لكن الأساسية ثلاثة التوحيد النبوة المعاد أنت تعلم أنه ليس الكل يقر بأنه الإمامة أصل من أصول الدين حتى مضمن الشيعة بس أخلي أكمل الفكرة حتى تكون واضحة للمشاهد ليس يقر بأنها أصل من أصول الدين بل يقر بأنها أصل من أصول المذهب لذلك قالوا هذول الذي يختلفوا هل هي أصل من أصول المذهب أم أصل من أصول الدين قالوا من يؤمن بها هل هو خرج من الإسلام إذا كانت أصول دين هل هو خرج فقط من المذهب الشيعي وبالتالي أصبح مسلما هذه أنظر الإشكالية أصبحت الشيخ نرح نكمل إن شاء الله هذا الحوار الشيق والجميل إن شاء الله بعد الفاصل مشاهدين الأعزاء ابقوا معنا سنعود معكم بعد فاصل قصير حياكم الله ومشاهدين الأعزاء أهلا بكم مرة أخرى الشيخنا خلي أسئلك سؤال قبل فترة أحد الشخصيات ظهر على قناة رسمية وذكر وطبعا تسبب لغض كبير بين الكثير من الناس واتخذه الكثير ذريعة ضد المذهب الشيعي ذكر هذا الشخص بأنه من لم يقل بالإمامة كجزء من أصول الدين هو يقول يعتقد الإمامية بأنه هذا كافر ولا يحق له الدخول إلى الجنة ويخرج خارج دائرة الإسلام وكان يتهم الفقهاء الشيعة وهو الشيعي طبعا كان يتهم فقهاء الشيعة والمجتهدين والمراجع الحاضرين والسابقين بأنهم يكفرون من لا يقول بالإمامة كجزء من أصول الدين وطبعا حدث الكثير من المشاكل اعتمادا على هذا الكلام واتخذه الكثير من الناس من المذاهب الأخرى الذين في قلوبهم مرت طبعا وبدأوا يهرجون ضد المدرسة الشيعية ما مدى صحة هذا الادعاء من هذا الشخص؟ أولا ما دام كلامنا كان هو المصدر في كل الأجوبة الموجودة هو القرآن الكريم إن كان الكلام حول الإمامة الإلهية فهي إمامة مفروضة على كل من آمن بالأديان السماوية رقم واحد ثم بالدين الإسلامي رقم اثنين باعتباره هو الخاص لأنه ذكرنا في بداية الحلقة أنه الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى المسيح واليهود وغيرهم يتبعونه فإن لم يتبعوه فهذا انحراف عن الديانة السماوية الحقيقية الإسلامية الدين الإسلامي وليست الملة الإسلامية الموجودة الإمامة الإلهية الإمامة الإلهية حقيقة موجودة وهي الإيمان بأن هذا الشخص هو قائد في الدين والدنيا وهذا منصب أولاً القرآن ذكرى لإبراهيم عليه السلام صحيح ثم وصفه للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ثم وسعه عندما قال هناك أئمة يهدون إلى الجنة وهناك أئمة يهدون إلى النار فإذن هناك إمامة إلهية مقابل الإمامة الشيطانية أو الدنيوية أو التي تدخل أصحابها إلى النار لأن هناك أئمة يدعون إلى النار هناك أئمة يدعون إلى الجنة من هو؟ الآن أي شخص أسئله من هو الإمام؟ أي شخص؟ لا سوف يقول إذن هذا إمام بالمقياس القرآني وبالتالي الإمامة الإلهية مشخصة ومعروفة لجملة ليس لكل الأنبياء لجملة من الأنبياء ولربما اختصت عند أولي العزم بشكل خاص أكثر من غيرهم باعتبار قد جمعت بهم الرسالة والنبوة والإمامة وباقي الصفات التي تميزوا بها دون غيرهم من 124 ألف نبي أو أكثر عند البعض يصلهم إلى مليون و أربعمية المهم العدد حسب الرواية 124 ألف نبي فإذن تميز خمسة منهم أولي العزم بهذا القضية والقرآن لم يذكر في هذا الكتاب إلا 25 نبي العدد المذكور فقط 25 نبي أعطاهم لماذا؟ لأن صفاتهم كانت الأبرز الأكثر ديانتهم كانت أوسع من غيرها لأن هناك نبي يبعث لنفسه هناك نبي يبعث لقرية لشارع بالمصطلح و هناك يبعث لأكثر من ذلك الرسالة هي تسمى الآن منبوة رسالة فهؤلاء الـ 25 كانت صفات عدهم موجودة اختص منهم الخمسة الموجودة بجمع الرسالة و النبوة و الإمامة الإلهية الحقيقية التي أرادها القرآن الكريم فإن كان كلامه حول هذه القضية و أراد أن يغالط لربما إن كان الكلام في هذه القضية فكل مسلم لا يؤمن بالإمامة الإلهية ليس بمسلم حقيقي و بالتالي ضرب ثابتاً من ثوابت القرآن الكريم و هذا غير مقبول إسلامياً إذن هي ثابت إسلامي ليس ثابت خاص لا بالشيعة و لا بالسنة و لا بالأحناف و لا الحنابلة و لا غيرهم إذن هي ثابت إلهي الشيعة لا يكفرون أحد تاريخ الشيعة ليس تاريخ تكفير بالعكس هناك فرق محسوبة على الإسلام أنا أقول محسوبة على الإسلام ليست إسلامية الإسلام لا يكفر أحداً محسوبة على الإسلام هي التي تكفر تاريخ التشيع هو تاريخ مسالم بل بالعكس الشيعة سالموا الكثير من الحكومات من باب ليس القبول بها وإنما من باب حفظ النظام رقم واحد وحفظ دماء أتباع هذه الملة ثانيا هذا أساسه هذا معروف في التاريخ وانظر إلى حادثة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لما حرقت مكتبته وهجب لم يحارب لم يقوم بأشياء سالم وترك بغداد وذهب إلى النجف وأقام 12 سنة وتوفي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه مع العلم كل أساتثة وهو يذكرهم في كتاب التبيان أساتثة هم من السنة لكنه كان مسالم كذلك الشيخ المفيد كذلك السيد المرتضى هذا تاريخ معروف أنه باعتبار سكن وبغداد و بغداد ليست شيعية هي بغداد أكثرها مثلا من الأخوة السنة الموجودين فهل مقصود هذا الشيء؟ ثم أنه الشيعة نرجع أنه لم يكفر أحدا هو يقول أنا سمعت بعض يقول أنه في مجالسهم هذا بهتان ليس غيب الغيبة أنه تذكر الشخص بأشياء موجودة فيه لكن تنقلها إلى الخارج يعني تعرض به إلى أناس آخرين ما يعرفون بهذه القضية والبهتان أنه تقول على هذا الشخص شيء لم يقوله أبدا أنت تقول في مجالسهم الخاصة أنت لم تحضر أنت لا تطلع على الغيب حتى تتهم علماء الشيعة هذول الذين كانوا على طول التاريخ يحفظون دماء المسلمين بالعكس أنا أتحدى أن هذا الشخص وغير أن يأتي بفتوى بفتوى لمرجع شيعي حقيقي قال بالتكفير وقتل المسلم أو حتى أصحاب الملل الأخرى لا يوجد بالتاريخ حتى نأتي ولو كانت موجودة عند بعض المتطرفين فهي موجودة في رفوف الكتب نظرية عند أفراد قلة لا يصلون إلى يعني لا يصلون إلى تسعة حتى تسعة أشخاص ما موجودين وكتب لا نقبل بها موجودة على رفوف المكتبات في زوايا المكتبات مهملة لا نأخذ بها وهم ليسوا أشخاص معروفين بل حتى هم موجودين والدليل على أنهم غير معروفين أنه تطرفهم قد جعلهم غير معروفين ولا أحد يقول بعلميتهم فموجود هذا يعني لا نقول بأن كل الشيعة معصومين وبالتالي لا يظهر شخص مثلا يقول لدينا فلان وفلان وفلان بالمثب الشيعي وصلوا إلى حد الإنحراف العلني في الفضائيات وبالتالي يعني لا أريد أذكر أسماء حتى لا أجعل منهم شيء فبالتالي جزئية تعمم على الكل هذا قمة الجهد ننتقل إلى السؤال الآخر شيخنا ما هي باقي تفاصيل أصول الدين نحن تكلمنا عن بعض الأمور عن الإمامة ماذا عن النبوة ماذا عن التوحيد و الأصول الأخرى نعم أنا كما ذكرت بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أراد من الشخص المسلم أن يكون مواحدا وبالتالي كما ذكرت بالنسبة إلي هي المعاد هي الجزء الأول أو الرقم واحد بالنسبة إلى أصول الدين قضية التوحيد تبعد عن الإنسان قضية التخبط لأنه الإنسان يعني إذا كان عنده أكثر من إله يصبح عنده نوع من التخبط نوع من التشوش نوع من عدم التركيز نوع من العاطفة لأنه الثنائية تخلق نوع من العاطفة و الدين يريد العقل بالضبط هذا كلام جميل طبعا ولكن ماذا عن الحضارة اليونانية و قد آمنوا بتعدد الآلهة و نرى ظهور الفلاسفة و الكثير من النظر كل الفلاسفة و أدلك على المصدر كل الفلاسفة الحقيقيون في الإمبراطورية الرومانية و اليونانية على حد سواء كانوا من الموحدين و إذا أردت أن ترجع إلى كتاب يدلك على هذه القضية و بالمصادر الموجودة في كتاب نديم الجسر قصة الإيمان قصة الإيمان يذكر كل الفلاسفة من نشأة الفلسفة إلى حد كارت و يعطي الأدلة على توحيد هؤلاء الفلاسفة و كانوا من الموحدين بل أنا سأقول بل بل بعض أسماء الفلاسفة تسمى فلاسفة عندهم و في التحقيق في بعض المصادر ظهروا بأنهم أنبياء الله سبحانه وتعالى قد أرسلهم لكن سميوا بالفلاسفة فبعضهم أنبياء يدعون إلى الله سبحانه وتعالى الأسماء يعني اختلفة فيها نعم فهذه الامبراطورية اليونانية أولا كانت هذه الأشخاص من الموحدين ثم بعض الأسماء كانت تطلق على بعض الأشخاص من الأنبياء و اعتبروهم فلاسفة و اعتبروهم أنبياء لأنها كما ذكرت هي قائمة على تعدد الآلهة و لا يمكن أن تقبل بنظرية التوحيد الموجودة فهذا السبب تطور أو جزء من تطور الحضارة اليونانية هو وجود فلاسفة يؤمنون بالتوحيد اللي هو الأصل الأول من أصول الدين أحسنتم و ماذا عن فروع الدين ممكن أن تشيرون إلى بعض التفاصيل نعم أولا قضية الصلاة التي هي الصلة ما بين العبد و ربي في الواقع القرآن الكريم وضع مقولة جميلة جدا هو لم يأمر بالصلاة مطلقا الركوع و السجود و الأفعال و قضية أنه إقامة الصلاة بالقوة كما يفعل بعض السلفية يقطع شوارع بلندن و يقيم صلاة جماعة و يؤمر بالجهاد في داخل دولة يسميها كافرة و ما شاكل ذلك هذا الصلاة ليست المطلوبة لحقيقتها الحقيقة أقول هذه لصورتها لحقيقتها لأن القرآن أراد من الصلاة التي تنهى عن الفحشاء و المنكر هذه حقيقة الصلاة و إلا في أحاديث كثيرة يؤتى بالعبد في يوم القيامة و ترمى الصلاة في وجهك الخرقة البالية يقال له خذ صلاتك لماذا؟ لأنها لم تأمر بمعروف و لم تنهى عن منكر و بالتالي ليست هذه الصلاة المطلوبة هذه صورة للصلاة فقضية صورية الصلاة في فروع الدين غير مطلوبة و إنما مطلوب حقيقة الصلاة و حقيقة الصلاة لربما يسأل سائل يقول لا نستطيع أن نصل إلى حقيقة الصلاة لا أنت تستطيع أن تصل أن العاقل يعرف أن هذا خطأ و هذا صواب إذا وصلت إلى هذه المرحلة من تحديد الخطأ و الصواب فهي هي حقيقة الصلاة و بالتالي تأدية الصلاة سيكون تأدية حقيقية طبعا و أيضا ندفع أو نضرب نظرية أنه و عبد ربك أي صلي إلى ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هنا الموت أي صلي و عبد ربك إلى أن تموت ليس صلي إذا وصلت إلى درجة اليقين كما ظهرت حركة سلوكية و حركة منحرفة قالت بذلك لا لا أليس لا هذه ولا هذه و إنما حقيقة الصلاة اللي نسميها الآن في مصطلحنا الآن الدارج هو إعطاء حقوق الناس يعني ما الفائدة من الشخص يصلي هو يظلم الناس هو يسرق من الناس هو يكذب هو ظالم هو ينتهك عراض الناس هو ينتهك دماء الناس هذه صلاة يوم القيامة لا يمكن أن تنفعه بشيء مطلقا ترمى في وجهك الخرق البالي كما ذكر الحديث المعروف ولكن من ناحية إسقاط الفرض يسقط الفرض يسقط الفرض نعم الآن عندما نفتح الرسالة العملية نرى أن تفاصيل صلاة الركوع و السجود و كل تفاصيل موجود لماذا؟ ولكن لا يذكر حالة واحدة ما تفضلت بأنه هذا يبطل الصلاة لماذا؟ لماذا؟ لأن الوصول إلى الحقيقة أو اليقين بالنسبة لنفس الشخص تصل بالصورية تبدأ بالصورية تدريجيا تصل إلى الحقيقية فلا يمكن أن يأمر الإسلام بقطع شيء هو يوصلك إلى الطريق الصحيح هذه القضية هذه فلسفة الصلاة الموجودة ثم نأتي إلى قضية أخرى هي فلسفة على سبيل المثال الصوم أو الصيام بالدقة لأن الصوم هو مطلق الكف حتى عن الكلام و الصيام الكف عن الطعام فقط فهو الصيام فقضية الصيام أيضا جاء بها الإسلام عبادة أولا لتنقية الجسد والروح من أدران سنة كاملة من الأكل ثم لأسباب أخرى أنا أستشكل على من يجعل السبب الحقيقي هو حتى تعرف جوع الفقير لأنه إذا وصلنا إلى دولة ما بها فقير معناها نترك الصيام إذن لا هي كانت تهذيب هي رياضة جسدية بالدرجة الأولى وقد أثبت العلم الحديث أن للصيام دور كبير جدا في علاج كثير من الأمراض الموجودة فإذن هي حالة علاجية جسدية تضراها لكن أيضا بالصعود كصلاة بالصعود تصل إلى تنقية الروح فالهدف أيضا كقضية الصلاة التي تنتقل من الجسد إلى الروح وقضية الصوم أيضا تنتقل من الجسد إلى الروح لأن الإنسان إذا كل جسمه أصبح نقي دعونا نسميه الأكل صحي فبالتالي حتى الروح سوف تنتعش عند هذا الجسد لأن معاناة الروح داخل الجسد أكبر من معاناة الجسد بما هو جسد المعاناة الآن آلام كثيرة يعاني منها المريض يعني المريض يحس بأنه آلام روحية ليست آلام جسدية وهذا المسأل المريض شديد المرض كذلك نصل إلى قضية فرق الخمس والزكاة والقضية المالية لأن الإسلام أراد أنه قضية خلسمية التكافل الاجتماعي قضية الفقراء ومشاكل ذلك وأيضاً إذا قضية على الفقر ليس معناتها تترك لا بالعكس هذه توضع الآن كما تفعل الدول صناديق اعتمان بناء مستقبل الأوطان تطوير هذه الأوطان فهذه الضريبة أيضاً تستخدم في قوس الصعود إلى قضية أنه المستقبل شكراً بما أنه وصلنا إلى نهاية الحلقة أحب توضح أن هذا الثنائي الجميل في فروع الدين التولي والتبري تولي أهل البيت والبراءة من أعدائهم ما هي الملازمة بين هذين؟ نعم الملازمة لأن الطريق الحقيقي إلى الإسلام الحقيقي هم أهل البيت عليهم السلام لأنهم معصومون بأدلة كثيرة من القرآن والأحاديث وصريح القرآن في ذلك سماهم بالراسخون بالعلم وهذا حقيقة و أبين حقيقتهم و كيفية اتباعهم قضية موالاتهم هي موالة لله سبحانه وتعالى لأنهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى و التبري من أعدائهم لأن أعدائهم هم أعداء الله سبحانه وتعالى لأن الطريق في الدنيا هم يعني الآن ماكواحد شاف الله سبحانه وتعالى بعينه لكنه شاف النبي والإمام وغيره فهذا الإمام هو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى فقضية موالاته هي موالاة لله وقضية معادات أعداءه هي معادات لعداء الله سبحانه وتعالى لأنهم حقيقة هم الذين يمثلون الحقيقة الإلهية في الأرض طبعاً بحدها وحدودها حتى لا نصل إلى مرحلة أنه نألههم وما شاكل ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن صفاتهم هم دون المخلوق لكن أعلى من المخلوق لكن دون الخالق هذا المكان الذي موجود به للمخلوق يصل له ولا يمكن هم يصلون إلى درجة الخالقية والتوفيض وما شاكل ذلك هذا ممنوع عندنا بالشيء الحقيقي هذه المرتبة الموجودة هم كأنما فيها هم الذين يوصلوننا إلى الطريق الإلهي الحقيقي فهي قضية الموالات والبراءة تقود إلى الاتباع الحقيقي لله وعدم الاتباع لأنه إذا رفضها الشخص هذا سوف يبتعد عن طريق الله إذا قابل بها فهو في طريق الله سبحانه وتعالى أحسنتم شكراً جزيلاً سمعت الشيح على هذه الإشارات الجميلة والرائعة شكراً جزيلاً وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء حتى لقاء الأخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة